في هذا التقرير ثم نعود الاستقبال ذيوفي يرتبط مسار التحول الديمقراطي في تونس ارتباطاً وثيقاً بمدى نجاح مسار العدالة الانتقالية وذلك من خلال جبر الضرر ورد الاعتبار إلى الضحايا ومواصلة المسار القضاء أمام الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية لمسألة ومحاسبة مرتكب الجرائم في فترة النظام السابق مسار وإن اتفق مراقبون على وصفه بالبطيء إلا أنه يبقى مهماً بالنسبة لضحايا التعذيب الذين بحت حناجيرهم واستنزفتهم الاحتجاجات منذ سنوات طويلة وإلى غاية اليوم ينفذوا ضحايا الاستبداد اعتصاماً بسحة القصبة لمطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالبهم مؤكدين أن اعتصامهم سيظل مفتوحاً إلى حين تحقيق العدالة مطالبين بتفعيل مسار العدالة الانتقالية خاصة أن تاريخ 24 جوان يعتبر آخر أجل بحسب الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية لتقديم خطة عمل الحكومة في هذا المجال ووضع برنامج لتنفيذ توسيات هيئة الحقيقة والكرمة وقد مثل نشر التقرير الختمي لهاية الحقيقة والكرمة في الرائد الرسمي في جوان 2020 بعد طول انتظار آخر حلقات مسار العدالة الانتقالية في تونس الذي عرف تعثرات عدة في جوانب مختلفة جراء العديد من الأسباب لعل أبرزها التجاذبات السياسية واليوم يأمل ضحايا استبداد منظومات الحكم السابقة إنصافهم والأهم الاعتذار الرسمي من قبل الدولة عما تعرضوا له من انتهاكات ولمعانوه من ظلم وكان مسار العدالة الانتقالية شهد تذيقات عديدة بدأت بعرقلة عمل هيئة الحقيقة والكرمة واتجهت بوصلة التذيقات للدوائر القضائية المتخصصة واتهمت الرئيس الشرفي لجمعية القضاة وعضو الاتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية روض القرافي حكومات ما بعد الثورة بوضع العرقيل أمام هذه الدوائر وذلك بعدم تنفيذ أعوان الضابط العدلية لبطاقات جلب ضد المتهمين في قضايا الانتهاكات والتعذيب والفساد المالي قائلة أن هذه استراتيجية لكسب الوقت لإجهاض مسار العدالة الانتقالية ويشير متابعون لملف العدالة الانتقالية أن مسارها اتسم بالتشويش عبر الإهم باقتصاره على التعويض المادي للحيلولة دون كشف الحقيقة في مرحلة أولى والمساءلة في مرحلة ثانية إضافة إلى محاولة الإهم بأن المصلحة الوطنية لا يشترط لتحقيقها إتمام المراحل السابقة المتمثلة في كشف الحقيقة ورد الاعتبار المادي والمعنوي للضحايا وحفظ الذكر الوطنية لضمان عدم تكرار الانتهاكات وقطع الطريق أمام ظاهرة الإفلات من العقاب شكرا لك وصل على هذا التقرير الرحب برشة بذيوفي نبدأ على يمين يا سيدة لميان ماجري عن جمعية القوضات التونسيين أهلا وسهلا بك مرحبا وشكرا على قبول الدعوة يعيشك أعتيك أنت صحة على الدعوة وتحية لجميع مشاهدي تلبزة تونسية أهلا وسهلا بك على يساري سيدة عبد الحميد الترودي النطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لضحايا الإستباد أهلا وسهلا بك مرحبا سيدة عبد الحميد ومن خلالك نوجه تحية لكافة المشاهدين وكافة الضحايا في مختلف ولاية أهلا وسهلا بك وسيد عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحة الثورة وضحايا الإستبداد أهلا وسهلا بك سيدة عميد مرحبا وشكرا على قبول الدعوة شكرا على الدعوة أهلا وسهلا بك خلينا نبدأ الساعة مع سيدة عبد الحميد خلينا يعطينا على شنو أنتم محتجين إلى حد الآن وحبيتوا تعمل وقفة أمام القصبة ورسالة اللي بعضتوا بها أو نداء اللي بعضتوا بها لسيدة الجمهورية وطلبتوه بالاعتذار شنو اللي مش ماشي في الملف اللي تحبوا حبيتوا تحتاجوا عليه سي عبد الحميد بسم الله الرحمن الرحيم جدد تحية لكل ضيوف ولمعدي هذا البرنامج ففي الحقيقة بالنسبة لنا كضحايا فم نقطة مهمة نحب نوضحها أنه حرص الضحايا اليوم من مختلف الشرايح من يوسفيين من قوميين من إسلاميين من نقابيين من أحداث الخبز يعني على مدار حقبة حكم النظام البرقيبي والنظام المخلوع نقوله من 56 حتى 2013 يعني الناس هذهم هما كانوا وقود كل المعارك هما كانوا ضحايا الأنظمة الاستبدادية هما اللي يقع الزج بهم في السجون هما اللي تعذبوا من مقاومين من يوسفيين من عائلة شهداء ومن جرح الثورة الناس اليوم هذه ما زالت مظلومة عشر سنين بعد الثورة الناس هذه اليوم ملقاتش رد اعتبار لها اليوم الناس هذه وقت اللي جاءت هيئة الحقيقة والكرامة هذا عمل معناها جبار قامت بها الدولة التونسية بعد الثورة عملت هيئة دستورية سمتها هيئة الحقيقة والكرامة هيئة الحقيقة والكرامة جمعت الملفات ما يقارب معناها 65 ملف الملفات هذه خرجت منها 29 ملف و 950 قالت هذهم صنفوا ضحايا ما عادش اليوم يعني المتمتع بالعفو التشريع العام أصبح ضحايا هناك عائلات الشهداء أصبحوا معناها تصنفوا زادها ضحايا هناك جرحة تصنفوا ضحايا يوسفيين مقاومين تصنفوا ضحايا يعني الناس هذه اليوم مدام هما ضحايا الدولة التونسية مش معقول باش نلقاوا الناس هذومة اليوم معناها مع تصميم في القصبة عندنا 25 يوم من 8 جوان 2021 حتى لليوم 22 جوان معناها 2021 ناس عندنا 25 يوم في حر السمس يا ترى الرسالة للتونسة هل الناس هذومة قاعدين يعرضوا في أنفسهم للخطر وقاعدين في الواجهة وفي حر الشمس زعوا مشكلتهم فلوس زعوا مشكلتهم تعويضات لا لا ليس هذا ولا ذاك احنا مشكلتنا وطن مشكلتنا بلاد الناس اللي ماتت الناس اللي ضحات من يوسفيين ومن مقاومين ومن قوميين كل كل اللي أطياف السياسية اليوم هل ملف العدل انتقالي يشملها اليوم مش معقول أنه نلقاه هيئة الحقيقة والكرامة سنفتنا قالت راو كل واحد عنده مقرر جبر ضرر الجبر الضرر مقرر الفردي هذا وأكيد سي عبدالرزق كيليني مشكور على أنه موجود معنا على الأقل بشي واضح برش مسائل للضحايا كل واحد ضحية عنده مقرر جبر ضرر الفرد مقرر جبر ضرر الفردي هذا تضمن جمع من الحقوق إذا احنا مقتنعين أنه عملنا هيئة وصرفنا عليها مليارات اليوم نجيو هالمقررات لا تساوي شي عند الدولة ايش نقول نقول المقرر اول حاجة فيه الاعتذار من رئيس الجمهورية ايش يتسنى رئيس الجمهورية بش يعتذر للضحايا رئيس الجمهورية اليوم بصراحة نقول كلام نوصل له رسالة لازمنا نأنسوا فيك الخير الكثير واحنا كضحايا مما زادت البنقردين شكلنا لجان ونحكي على روحي وأنا تواصلت معاك في حمدك الانتخابية ودعمناك بشوص الرئيس باش تحمينا الثورة ونذكرك أنه وقت للتقينا بيك في مكتب كحملة الانتخابية وريتنا أنه العدادة فاليوم الاعتذار اليوم التأهيل مطلب ثاني يعني في التقرير الفردي يعني تأهيل التأهيل هذا هو التأهيل الصحي والنفسي للضحايا اليوم مش معقول جرح الثورة مزال فقدناتهم الكارتوشي يحبوا يعالجوا عائلات شهدية اليوم تعبت عاني اليوم مقاومين يوسفيين يعانيوا يعني اليوم فما ناس معناها مشلقة كيف يشتعيش معناها اليوم الدولة وقتاش في الشيخ بحق هؤلاء اليوم نلقاه حداث الخبز على الأقل هذا مجموعة كبيرة منهم مشاركين في الاعتصار لا لا مش خطبة ما تريشي واحد طوفا مالهي نحب أن نقول لك للناس هذه هالناس اللي عند حقوق اللي كفلها لها مقرر جبر ضرر وتفعيل مقرر جبر ضرر يأطلوا القانون الإطاري عدد حداش هالقرار هذا اشفيه قتلك فيه حقوق الإدماج وإعادة الإدماج التأهيل جبر الضرر المادي والمعنمي الحقوق المدنية والسياسية هالحقوق هذه اليوم يعني قاعدة مش نفعل اليوم لو سيد عبدالرزاق كيلاني نقولوله من مدامنا على المباشرة مع بعضنا نقولوله سيد عبدالرزاق كيلاني ليس أمامك أي عائق أنك تفعل المصارى ذا باعتبارك أنك أنت رئيس لجنة تصرف في صندوق الكرامة لأن المسألة ما تحتاجش أوامر فما قوانين تتفعل نمشيوا فيها واضح يا سيد عبدالرزاق ما ورد في هذه المقاررات شكرا جزي شاكر أنا نحب أن نذكر لسيد المشاهدين بمفهوم العدالة الانتقالية العدالة الانتقالية اللي نظمها القانون عدد 53 المؤرخ في 29 ديسمبر 1914 هذا القانون في الفصل الأول عرف العدالة الانتقالية بأنها مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الانسان بكشف حقيقتها ومساءلتي ومحسبة المسؤولين عنها وجبر ضرار ضحايا ورد الاعتبار إلى آخير إذن هي مصار لكنا نعرفوا اللي المصار هذا يبدأ عن طريق هيئة الحقيقة والكرامة اللي لكلنا يعرف اللي أنهت أشغالها وأعمالها في شهر ديسمبر 21 ديسمبر 2018 واللي معناها قامت مع بالجبار خاصة في كشف الحقيقة معناها من خلال الحصص على السماع اللي نظمتها سواء بالنسبة للمنسوب لهم الانتهاكة أو بالنسبة للضحايا وبالطبع وقت اللي سلمت هي الحقيقة والكرامة العهدة للحكومة المسار يجبه يتواصل يجبه يتواصل بأي طريقة طريقة مبدئين لابد من تقنين هذا المسألة هذه وقت اللي وقع تعييني على رأس العامة للمقاومين وشهداء وجرح الثورة والعملات الإرهابية لأن أنا تعييني في الحقيقة جاء من أجل هذه المهمة المهمة هي مواصلة واستكمال مسار العدالة الانتقالية قدمت للسيد رئيس الحكومة مشروع الأمر هذا يتضمن معناها معناها شنية الخطوات المقبلة اللي يجب على الحكومة أن تقوم بها يعني في ملخص يعني بدون دخول في 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 التفاصيل نحب نقول اللي الحكومة عندها زوز زوز التزامات حسب القانون الالتزام الولاني هو أنها معناها تتولى جبر ضرر ضحايا الانتهاكات حسب الفصل 11 من قانون العدالة الانتقالية اللي يقول معناها يلزم الحكومة تقوم بجبر هذا الضرر حسب إمكانيات الدولة والالتزام الثاني المحمل قانونا على الحكومة هو إعداد خطة خطة وبرنامج عمل اللي هو يستجيب للتوصيات الواردة في تقرير هيئة الحقيقة والكرمة لكنا يعرف التقرير هذا سلم لرئيس الحكومة في 24 نجوان الفارط يعني 2020 والفصل 70 ينص وأن الحكومة يجب عليها أن تقدم برنامج وجواب على هذه التوصيات يجب أن تقدمه للمجل التشريع يعني مجل نواب الشعب وذلك في أجل سنة إذن الأجل يحل الغدوة نحن بالنسبة لمسألة التوصيات هذه وتطبيق الفصل 70 يعني تقريبا جل الوزارات قدمت تقاريرها اللي تتضمن معناها المقترحات وتتضمن برنامج عمل الحكومة استجابة لتقرير كما قلت إيش يبقى اليوم يبقى مسألة جبر الضرر مسألة جبر الضرر الصعوبات اللي تعرضنا لها سي شاكر أولا صعوبات مادية يعني لوجستية يعني وأنا والضحايا متفهمين الشيء هذا وأنه الحكومة يعني بحكم الانشغالات وبحكم المشاكل المتراكمة مشاكل صحية مشاكل اجتماعية مشاكل اقتصادية مشاكل استقرار عدم استقرار حكومي لحد اليوم لم نتمكن من هال إمكانات المادية واللوجستية هذه من جهة من جهة أخرى تعرف المدخل انتعنا احنا كهية عامة للمقاومين وشهداء وجرح الثورة والعامة الهربية لملف العدالة الانتقالية عن طريق صندوق الكرامة ورد الاعتبار تعرف اللي احنا كهية عامة عنا حسب الأمر الحكومي انتع 2018 المحدث للجنة لجنة تتصرف صندوق الكرامة ورد الاعتبار تقوم مقام الكتابة العامة لصندوق الكرامة ورد الاعتبار وفي نفس الوقت انا كرئيس هيئة عامة للمقاومين وقعت عيني من طرف السيد الرئيس الحكومة على رأس لجنة التصرف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار اذن المدخل بالنسبة لنا هو معناها اني نترأس هال اللجنة هذه لكن الصعوبات الكبيرة التي تعرضنا لها هو انه تعرف في الفين وقت اللي سلمت السيدة سيهان بسدرين رئيس حقيقه الكرامة اللي انحييها بهذه المناسبة وقت سلمت الملف للحكومة سلمته السجل الموحد انتعى الضحايا يعني السجل الموحد انتعى الضحايا معناها هذا اللي هو اللي يجب ان ننطلق منه سيد العميد باش نضبط قائمة الضحايا انت على الاستبداد وباش نرتب بلي سمحني سيد العميد القائمة مضبوطة ولا لا تحديد نوعية الضرر والتعويض ولمن سيقع التعويض من خلال الادماج في السوق الشغل ولا من خلال بعض مشاريع ولا غيره وقاع تحديد ولا لا في اللجنة اللي انت تترأسها سيادتك وايضا تحديد الجبر الضرر المادي وقاع تحديد وإلا لا سيشاكل وكنت محذلة انت هنا يا سيد العميد حكيتنا على موارد الصندوق إضافة إلى العشرة مليون دينار المساهمة الدولة قلت على بعض موارد أخرى اللي انتم مش تسعاوا أنكم تماموا وين وصلتوا فيه من نقاط نقول صراحة هو ممثل أحد ممثلي الضحايا يعرف يعني احنا لا يمكن أن نشتغل إلا يعني بتوفير السجل لنط etع الضحايا هذه حاجة وتغل لا يمكن أن نشتغل إلا بتوفير الإمكانات المادية واللوجيستية معناها ل الصندوق الكرامة تعرف الصندوق الكرامة لا عنده لمخر لا عنده لمكانات مادية لا لوجيستية ويلزم صندوق الكرامة بشي نجم يشتغل حاجة معناها مهمة وما يزمة هو أننا نتسلم بصفة قانونية سجل الضحايا يعني سجل الضحايا اللي هو موجود في قلولي في سيدي اللي معناها سلمته رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة الرئيس الحكومة السيد يوسف الشهد ولحد الآن أنا عندي طوى أربع أشهر سيشاكر أنا أبحث على هالسيدي هذائي وعلى السجل الموحد للضحايا بش النجم والرتب عملية جبر الضرر راي تقتضي ترتيب سيشاكر موش غيزم ترتيب قداشن واحد عنده قرار في جبر الضرر المادي قداشن واحد عنده في جبر الضرر آآ 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 كا تأهيل قداشن واحد عنده آآ جبر ضرر الإدماج ويعادت الإدماج تعرف الإدماج ويعادت الإدماج فما موظفين عموميين وقع فصلهم عن العمل بسبب أفكارهم إلى آآ خيري هذوما عندهم الحق في الإدماج الفصل القرار الإطاري اللي عام العام عدد 11 لسنة 2018 ولكن السجل ما زال ما هوش عندك اللي هو هوش تدخل معلي السجل ما هوش عندي شي شاكر والسجل احنا حتى حبينا قلنا مغير امكانات مادية مغير الامكانات المادية شوف راي هي مسئولية شي شاكر ومعناها مسئولية فما ملفات انت عالناس فما امور امور معناها تتت فيها معناها صرف اموال الاخير يعني لا يمكن باي حال من حوال ما نجموش احنا نتقدمه في هذا الملف بدون ان يكون عنا مقر بدون ان يكون عنا السجل الموحد اللي يلزم ناخذوه السجل الموحد اللي هو معناه شكل الوثيقة الرئيسية يعني اللي تثبت اللي زيد الزياد معناها راه تعدى ملفه على هذه الحقيقة والكرامة واللي تحصل على قرار جبر الضرر الى خيره الى خيره بحيث العملية هذه مع الاسف الشديد لحد الان ننتظر قاعدين معناها اما قاعدين نشتغل نشتغل على شنو نشتغل نشتغل مثلا بالنسبة للإدماج وعات لإدماج عقدنا توى كلاثة اجتماعات مع ممثلي الوزارات باش ننظر في بالنسبة لإدماج العوان العموميين اللي يقع فصلهم ما هي الطريقة انتعى الادماج الطريقة القانونية انتعى الادماج هل ترى مثلا فما وزارات قالت كل من عنده قرار جبر الضرر عون عمومي يمشي للوزارة المعنية اللي هو كان تابع لها اللي كان تابع وهو والوزارة هذيك هي اللي تحلوا المشكلة فما يقول لك فما يقول لك لا هذه تقتضي لأنه فما معناها تسويت المسار المهني تسويت المسار المهني معناها معاها السنديق الاجتماعية هذه يلزمها معناها التخطيط ويلزمها اعداد الاموال الى خيري بحيث احنا قاعدين نشتغلوا لكن بدون امكانياتي شكل اي اما بزادة خلينا نقولها سمحني يا سعود رزاق نشتغلوا ولكن بخطوات بطئة شوية في ذلك الظروف طوال موجودة والعدام الامكانيات هني فسرت لي او نزيدك اخبار اخر البارحة وقاع علامي وانه يجب ان نخلي المقر اللي احنا فيه الآن في شارع الحرية باعتبار وانه هناك معناها اشغال بيش تنطلق في المقر هذاك والطوال اليوم هني وعندكم مقر بديل ولا لا معنى مقر احنا عنا مقر عنا شقة في الطابق السابعة في 103 شارع الحرية سي شاكر شقة فيها اربعة غرف والله سي عبد الرزاق رابع مقولة انا نذكر كان سيد العميد شوقيت بيه اي نعم الهيئة الوطن المقر بذات هكيك انا احنا نباشروا في هال مسؤولية ديها سي شاكر كمناظلين نقول لك صراحة يعني معناها وضعنا 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 تاع مناظلين حقيقة وكان ما جاتش عدالة القضية وصدقني والله لنزيد خطوة لنزيد دقيقة في ما قال على مساره والمسار فيه المسائلة والمحاسبة والقضايا الموجودة في الدوائر المختصة للعدالة الانتقالية ما يعوق الدوائر هذه ان تؤدي مهامها وتقوم بدورها الى حد الان سيدة لمي بالفعل هي جمعية الخضاء التونسيين معناها هي عضو في الاتلاف المدني المدافع على مسار العدالة الانتقالية الاتلاف هذه اللي فيه منظمات وطنية كما الرابطة التونسية للدفاع الحق الانسان وكما معناها المنظمة التونسية لمنهب التعذيب في زادة منظمات دولية كما لا سيف منظمة محامون بالحدود والمنظمة الدولية لمنهب التعذيب كذلك وعديد الجمعيات الأخرى وعديد المنظمات الدولية والوطنية الأخرى هو الهدف من الاتلاف هذه هو دعم مسار العدالة الانتقالية وجمعية القضايا التونسيين منخرطة في هذا المسار هذا ليقينها الجزم أن الدولة هذه ما تنجم بالحق تقطع مع النظام الاستبدادي القديم وتولي دولة قانونه مؤسسة فعلا إلى ما يتم ومعنيه ما ينجح الانتقال الديمقراطي فعليا في الدولة هذه إلى ما يتم معناها نجاح مسئلة العدالة الانتقالية العدالة الانتقالية اللي عندها برشة فروعة وعندها برشة مسارات أنا كنت نسمع في الظيوف الأكيرم يحكيوا على جزء من أجزاء العدالة الانتقالية اللي يتعويض الضحايا وهو جزء مهم جدا ومعنيه أساسي في المسارات متع العدالة الانتقالية جمعية القضاة التونسيين يهمها أنه المسار هذي ينجح في جميع معناها تفاصيله سواء تعلق ذلك بإصلاح المؤسسات خاصة على خاطر احنا نعرفوا اللي من أهم جاء في تقرير الختابة متعهاية الحقيقة والكرمة هي التوصيات لإصلاح جميع مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة الأمنية بما فيها المؤسسة القضائية بما فيها معناها جميع مؤسسات الدولة كيفاش بشتم إصلاحها كيفاش نعرف وكيفاش تم اختراقها سابقاً وكيفاش ما خدمتش وكيفاش الإخلالات اللي فيها وكيف يتلفون هذه في مستقبل في الموسطة المتاع الدولة إذن ويهمها أساساً وبالتخصيص مسألة المسارم المحاسبة والمسائلة اللي هو موجود وموكول للدوائر المتخصة في العدالة الانتقالية في المحاكم التونسية نعرف اللي عنا 12 دائرة متخصة في العدالة الانتقالية ونعرف اللي عنا 205 ملف تم إحالتهم من هيئة الحقيقة والكرامة على القضاء التونسي للنظر فيهم معناها ونعرف إلى حد الآن من 2018 معناها بداية المسار القضائي إلى حد الآن لم تصدر إحكام على القضاء التونسي في مسألة المحاسبة سواء على انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي أو للاستلاء واختلاص مقدرات الدولة والشعب التونسي واللي هي زادة مهمة برش على خاطر مسار مسألة المحاسبة مش فقط الانتهاكات الجسيمة على أهميتها إنما أيضا مسألة الاقتصادية اللي عانيت منها تونس واللي معاتش نحبه ومعناها تتكرر اليوم في الدولة التونسية هذو مزوز هما اللي يقوم عليهم المسار المسائلة والمحاسبة اليوم في الدوائر لكن المشكلة وين؟ المشكلة اللي المسار القضائي نحن في جمعية القضاء التونسيين تبعوا فيه المسار هذية ومؤمنين به تماما معناها قاعدين نحاولوا نوفروا ما أمكننا للدوائر اليوم اللي هي تلقى في صعوبات جمة وكبيرة جدا ما أمكننا إن الدوائر هذية تخدم في أحسن الظروف وإن حسن سير للقضاء فيها الدوائر هذية أحنا مع منظمات دولية مشكورة قاعدين نعملوا حتى في مسألة التكوين قاعدين نشرفوا عليه أحنا السبت والأحد الفرد معناها اختتمنا مسألة التكوين للدوائر هذية المختصة في العدلة الانتقالية نعرفوا اللي نهارة السبت زادا كانت فاما لدوة صحفية على مسألة معناها متابعة لتنفيذ التقرير هذية كله جمعية القضاء التونسيين مساهمة فيه لكن هل الدوائر هذية قاعدة معناها تلاقي في صعوبات جمة اليوم شنو الصعوبات اللي تلاقي فيها الاستدعائت اللي قاعدة يخرجوا فيها القضاءات اليومة ورؤسات الدوائر بطاقات الجلب وقت اللي أنت تستدعاهم هذوم اللي متهمين بالانتهاكات الجاسيمة أو بالاستيلاءات الكبيرة على مقدرة شعب التونسي وقت اللي يوجهوا لهم المحكمة توجه لهم استدعائتها خطر هذه هي إجراءات التقاضي معناها المحاكمة العادلة نكتستدعيه بشي يجي ويمثل قدام المحكمة هو موش خيار ليه رو يمثل قدام المحكمة خطر هذه هي المحكمة وانتي جيه معناها وتمتثل للقضاء والقانون لكن للأسف اليوم وقت اللي المحاكمة تونسية قاعدة تصدر معناها فل استدعائت هذه مش قاعدة تتنفذ لأنه فهم نوع من التضامن بين معناها لأنه أكثر المطلوبين اليوم العدل الانتقالية للمحاسبة ومسارات الدوير المتخصة سمحني بلاذا العدلية ترفض تنفيذها وإلا المعني بالأمر يرفض الحضور من الأمنيين هاوش نقول لك أكثر هما اليوم المطلوبين موجودين سواء أمنيين أو زراء سابقين معناها اللي كانوا قايمين على الأجهزة الأمنية هذه أو معناها أمنيين سامين أو أمنيين زادة لنفضوا معناها وقتها الأوامر هذه وكذلك معناها لرجال أعمال اليوم متنفذين في الدولة التونسية فيما يهم معناها مسألة المسألة الاقتصادية ونهب مقادرات الشعب التونسي إذن وقت اللي تخرج للإستدعاءات هذه فم نوع من التغطية ونوع من التضامن اليوم إنها لإستدعاءات هذه ما تتنفذش وما توصلش وترجع شنو يرجع فيها ملقي ناش العنوان الشخص صغير معروف لم يقع تنفيذ الإستدعاءة هذه رغم اللي نحن نعرف الأشخاص هدومة لكلهم معروف مستحيل الداخلية ما تعرفهمش الأشخاص هدومة تعرف الناس الكل وهدومة فيهم رجال أعمال معروفين وهدومة فيهم مسؤولين كبار كانوا في الدولة ومعروفين ومعروفة مقراتهم لكن المسألة لا تتعلق فعلا بأنهم ما نجموش يوصلهم إنما هو نوع ميناء التغطية على الأشخاص هدومة واليومة لإستدعاءات ما توصلش عمل للقضاء التونسي معناها باعتبار أنه المجلة الجزائية تمكن القاضي كما يمتثلش المتهم أنه يحضر له أنه يصدر فيه بطاقة جلب بطاقة جلب هذه معناها ما هيش خيار للأمنين اليوم والأجهز الأمنية والأجهز السلطة التنفيذية إنها تنفذها اليوم عن ناس اللي صدرت فيهم بطاقة جلب لكن نلقاه كيف كيف اليوم عنا 282 بطاقة جلب صادرة من القضاء التونسي في مهم العدالة الانتقالية لم تنفذ البتة 282 282 منهم 57 من محكمة تونس منهم أكثر من 80 من محكمة نيبل اليوم إلى أحد الآن مش قاعدة تتنفذها بطاقات الجلب هذه نفهموا معناها اليوم اللي ما فميش إرادة سياسية اليوم إنه مسار العدالة الانتقالية على الأقل في الجانب متاع المحاسبة والمسائلة اليوم وخدمة الدوائر المختصة هذي في العدالة الانتقالية إنها تمشي أو إنها تعطينا نتائج اليوم فينا نحاسب كل من انتهك سابقا أو كل من انهب مقدرات الشعب التونسي اليوم وهذه مسألة اختيرة واختيرة برشا خاطر في الأخر هذو مرة مثلين قدام القضاء التونسي القضاء هي محاكمة عادلة ليه عادلة انتقامية ولا هي عادلة معناها للتشفي إنما هي عادلة فقط ليصال الحقوق لأصحابها لأن اليوم كنقوله رأي فما أموال منهوبة لتونس وقت اللي تقف انتي قدام القضاء القضاء ليه فقط بشي صدر أحكام معناها بشي تكون فيها جزاء إنما يزيدها كيف أليات الاسترجاع أموال الدولة هذية للشعب التونسي اليوم كنقوله انتي هيكيت معناها للتونسي اليوم انتي اليوم كيف أي واحد ارتكب انتي هيك جسيم لحق التونسي اليوم كيعرف اللي هو تسائل وتحاسب أي أمني آخر مستحيل معناها اليوم يخلي روحوا يمشي للمسارات هذية لكن الاطمئنان وعملية اللي محاسبة عملية اللي عقاب هذية والإفلات من العقاب الكبير اليوم اللي احنا موجودين فيه في تونس هو اللي يمطمن جميع سيدة لمية لكن الحكاية ما تطلبش حاجة كبيرة معناها تطلب جلسة مع سيد وزير الداخلية يعطي تعليماته للشرطة والضبطة العدلية بأن تنفذ الأوامر وتنفذ بطاقات الجلب وتقوم بدور وهذا هو اللي سعط له جماعة القضاء التونسيين احنا حاولنا نتصله بوزارة الداخلية عديد المرات في أننا نعرضو لهم الاشكالية اللي قاعدة تم هذية وأنه مش قاعدة توصل لاستدعاءات ولا بطاقة جلب تنفذوا راول قضاء معطل في تونس اليوم لكن للأسف أنا نعطيك أخر استدعاءات ثمانية وعشرين ماي بعثنا استدعاءة الداخلية ونهار خمسطاشر جوان ما عندوش معناها أيام قليلة اللي بعثنا لهم مرة أخرى تذكير بأننا نحبوا اجتماع مع صيد وزير الداخلية بالنيابة باش نطرحوا المسألة هذية وش نقاولها حول لكن يبدو هني قتلك هي المسألة كلها في الإرادة السياسية في أنه تم فعل المحاسبة وأنه تم فعل المسائلة أو أنه ما فهماش إرادة وفهم إرادة للتغطية على الأشخاص هذوما وهذا أمر ختير وختير جدا معناها اليوم شهر الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أنا باش نواصل شوية في المسألة قتلك حبيت نشخص الوضع الحقيقي اللي يعيشوه الضحايا وهذا حقنا لأننا نحن اليوم مع آن الأوان بعد عشر سنين من الثورة أنه الضحايا يحسوا أنهم عندهم اعتبار عند الدولة التونسية لأنهم هذهم اللي كانوا سبب في تراكم النظار متاحهم في الوضع اللي عايشته تونس اليوم اليوم السياسيين اللي يحكموا واللي قاعدين يتعاركوا على الكريسي واللي قاعدين يحبوا يعملوا حوار وطني رئيس الدولة في جهة رئيس الحكومة في جهة رئيس المجلس نحبوا نقولولهم قدامكم خيرين اثنين يهم أنكم تتلموا الثلاث رئاسات اللي الشعب أعطاكم الثيقة وتحسموا الأمر وبدل أنكم السياسيين اللي وراكم والاتحاد الشغل بدل أنكم تفكروا وتعملوا حوار وطني يجاءوا نعملوا حوار وطني ويشاركوا الضحايا ويشاركوا الناس الكل من أجل إرساء عدالة انتقالية ناجزة طوى نحيوا البرازيت الموجود لكل في البلاد هذه ما فهماش في الإرادة هنا قاعدين يتعاركوا من أجل المحاصلة الحزبية وانتي شخ وانتي شخ نحن بالنسبة لأننا نحن كضحايا الكلام اللي قالوا الأستاذ عبدالرزاق الكيلاني فيه جوانب أنا الرعيها وفيه جوانب من رعيهاش الجانب الرعيه أنه الأستاذ عبدالرزاق الكيلاني بادل جهده ما عندوش مقر صحيح طلبنا قلنا توفير كل الدعم لعمل الاشتسار في صندوق الكرامة من بين توفير مقر وجميع الوسائل اللوجستية والبشارية حتى تقوم بعملها الأحصائل هذا مناش مختلفين فيه لكن فما مسائل معناها ما تحتاجش أنه الأستاذ عبدالرزاق كيلاني مقر اليوم كي نسمع الأستاذ عبدالرزاق يقول أنا ما عنديش قاعدة بيانات معناها ماذا سأقول أنا كضحية يعني اليوم نجيوه في الربعة ساعة الأخرى في جلد الحياة ما عندوش نعم في الربعة ساعة الأخرى معناها ما زال عام تعدى كامل اليوم نجيوه نتفكر وبعد عام كامل نقوله ما عنيش كذا الأستاذ عبدالرزاق ذاني تولى المهام متاعه عنده ما يقارب ستة أشهر إذا ستة أشهر ما عنيش قاعدة أحنا كذا حايا وجهنا الأستاذ عبدالرزاق يقولاني ما ديناك برنامج عمل باش يساعدك باش الحكومة كيف يشتخدم ما ديناك برنامج عمل وعطيناه الهجام المشيشي فيه 16 سبتمبر 2020 قلنا له انشكلوا لجنة حكومية تتليهانا بالوضعيات الاجتماعية تعضى حايا عنيه وسيدي ما حاشنيه ما هو صندوق ما زال طول نحكيه فيه صندوق طوى حلونا المشاكل العاجلة الناس المرضى اليوم يموت وتهى ناس قاعدة تموت بمرضها يعني هذا ما يحتاجوا قاعدة بيانات تيكفي أن يجيب لك نسخة من المقارجة قلنا احنا كلجنة وطنية وكتحالف وطني لاستكمال مصاري العدال الانتقالية اللي اليوم ننظموا الاعتصام مع بعضنا كانوا الضحايا مفرقين لما اتجمعنا وولينا اعتصام بارد واعتصام القصبة والجمعيات وولينا نسكو اليد واحد قلنا نعطيهك أفكار احنا هالوثيق هذه اللي قدمناها وهالتصورات وهالمقترحات مارينيش الحكومة جيدة ونحب نقول سيعد الرزاق كناني بوضوح إذا تحب تنجح فهالملف هذه وتخرج منه كبير عاية للمجموعات للجمعيات متاع الضحايا عاية لممثليهم احنا عنا قاعدة البيانات وعنا الرؤية وعنا تصورات وكون كل كراود سجل موجود في رئاس الحكومة اعي جيدا ما اقول هاية الحقاق والكرامة سلمة السجل وعليه المطلوب اليوم المطلوب المطلوب من السيد عبد الرزاق كيلاني حتى كما دخل كبيرا وسيخرج كبير لأننا نحن كنا سند وكل الدعم اليوم سيد عبد الرزاق كيلاني عايتنا نتعاونه معاه احنا كلجنة وطنية لدحايل استبداد وكتحارف وطن نستكمال المصار العدال الانتقالية مهمشين جمعيات مهمشة ما تنجيبش حكومة تخدم وحدها اليوم تحكي على خطة نحن مازالونهارين على 24 والحكومة ما عندهاش خطة كيفاش تكمل المصار يعني شكومش نحامل المسؤولية احنا اليوم اليوم نحامل المسؤولين للناس كل اليوم لا عضر رئيس المجلس اليوم لا عضر رئيس الجمهورية لا عضر رئيس الحكومة ولا عضر الاساد عبد الرزاق كيلاني هم حاشينوا عبد الرزاق كيلاني انا نحترم جهدك والصول يخدم في المكتب متاعه باش نقوله احنا نقول للمحسين احسنتهم ومسائسات ما عندهاش مقر لكن فما حويش ما تحتاجش مقر انا واحد من الناس لو كان جاءت عندي صلاحيات لي عندك انا في قهوة طوى نحلها وهنا ما عندهاش مقر وهنا نخدم وانا عندي 2500 ملف عاسي عبد الرزاق كيلاني ووضعية كيف الوضعية هذه متع واحد انتدبوه من 2013 وانتدبوه من انتدبوه معطر ما نلملك الملفات هذه وانهزوها لوزارة الوظيفة العمومية واخترحنا سي عبد الرزاق كيلاني عليك في برنامجنا قلنا انشاء تشكيل معناها تكليف لجنة حكومية تتواصل مع الضحاية احداث لجنة في صلب رئاسة الحكومة اللي تترائسه انتي سي عبد الرزاق كيلاني فيه ممثل على وزارة الصحة فيه ممثل على وزارة الشؤون الشمعية فيه ممثل على وزارة الشؤون تكلف بالحقوق السياسية والمدنية فيه مسؤول حكومي مكلف بالتواصل مع رئاسة الجمهورية يعني نحن اعطينا مقترحاتنا ما تطبقتش كانت تتعمل اللي جان هذيته تتحلم شكلنا ما هي مشكلتنا قاءت بياناته أستاذ عبد الرزاق كيلاني مشكلتنا هل سي عبد الرزاق كيلاني معناها بش يامل بلاسته ويتحمل مسؤوليته ويحمل رئيس ويقول لنا اذا رئيس الحكومة هش هم دعموا قول لنا احنا كذا حاية احنا عاملين اعتصام سلمي من اجل انه ندعموا دور رئيس الحكومة من اجل انه ندعموا رئيس الأستاذ عبد الرزاق كيلاني من اجل ندعموا رئيس المجلس اللي استقبلنا وقال بش ناخد اجراء واحنا ننتظر وقده 23 نجويلية 23 نجوان رئيس المجلس مع الأستاذ سيفيدين مخلوف قالوا انشاره نهار 23 الحكومة بش ياخد قرارات يا كما تخش خرش بش نعمل احنا اليوم الضحايا معاش ننجم ونسبره وعندنا من الاشكال النظالية السلمية التصعيدية اللي تخلي الحكومة تمشي في الثنية الصحاحة واحنا نظرنا من اجل توليس ونحب نعرج سماحني سيشيكر انه موضوع صندوق الكرامة وانه الضحايا هذو مش ياخدوا تعويضات وهي السر الفلوس اللي احنا مرابطين عليها فالقصبة موش صحيح كنقولوا صندوق الكرامة هو صندوق تنمي فما 250 جهة حددتها والاستاذ عبد الزقيران يعرف هذا 250 جهة كانت محرومة كان في عهد بن علي وفي عهد برقيبة التراب اللي فيه المناظلين حتى التراب يعاقب ما تمشي لهمش التنمية خطروا التراب هذك يسكلوا فيه ناث مناظلين سواء كان من الحوض المنجيمي ثو كان من احداث الخبز وكي نحكي علش ركز على احداث الخبز احداث الخبز شباب دخلوا عمرهم 15 سناء وخرجوا من الحبوسات عمرهم 40 و50 سناء وما تزوجوش وما زالوا طوى لا خدموا حتى شيء وما استفادوش قدش بش نصبر الناس هذية قا استنى حداث الخبز لعندهم كيما قلنا ما عندهم مش حتى شيء المقاومين الناس شياب مع تصمين معايا ما اخذو شيء يوسفيين نقابيين يعني وين ماشيين نلقاها والحكومة بحذها خمسة شين يوم بعد عرجة سنين من الثورة ما يجيش حتى مسؤول كبير في الدولة ويجي يحط يده على روسنا وكتافنا ينعم لأننا نحن وقود الثورة ما جاء حد مسؤول كبير حتى جايس يا عبد الرزاق حذر بش نعطي حقه وما القنيش نحن اليوم مشكلتنا رأوا موش تصليح ما صار متاع بلاد رأوا صندوق الكرامة يتوين سأفهموا موش غني من الضحايا رأوا فيه 99% من الهيبات 1% باش تشارك الدولة معناها الدولة باش تعطي مش ملو ذن يتوين سأفهموا رأنا نحن ناس حارسين على حقوقنا كما حارسين على مسلحة البلاد ونحب نتوجه برسالة سمحنا للسياسيين اللي اليوم يعقدوا في الوضع هذا ما مع رئيس البرلمان هذا ما مع رئيس البرلمان هذا ما مع رئيس الدولة هذا ضد رئيس الدولة هذا يعمل احتجاب يا أولاد ينقول لكم حاجة راكموا لكلكم قاعدين تشوشوا وتشوشوا على مصار العدال الانتقالية ورأنا ناهين بكم ونعسوا عليكم باش تشدوا ثنية كيف مرابط ونتحمل مسؤوليتي كنات أقرسم باسم اللجنة الوطنية هذا حالي استبداد وسمعت سي حمال همامي كحزب اسمعت وشي حكي وسمعت سي حصون الناس في ما نحبش نعلق عليهم او منقول لهم كان كم رجال سياسة بالحق وتحبوا تونس اجتمعوا يا سياسيين وعملوا حوار ودعموا الحكومة هذه خلتمشي ودعموا المزلج خليمشي وشوفوا رئيس الدولة خلي عدل موقف وما يرجع ناس للدستور تسعة وخمسين طول البلاد تمشي وراه ونحب نقول كلام للرأي العام للتوانسة راهوا إذا مؤسسات الدولة ما عندهاش إرادة باش تفعل مخرجات العدل الانتقالية لم وعل المنهوب ومناش مش رجعوه المحاسبة ما يش سي راهوا هذا هو العدل الانتقالية هو ما قصيتش عليك سيد الحميد فاني برك فاني برك هذا مهم راهوا نحن يا توانسة اللي تعرفوا اشني الناس هذي كيفاش ناضلت والكل كم تعرفوا ضحايا اللي ما يعرفش يوسف يعرف قوم اللي ما يعرفش قومي يعرف الحوض المنجيمي يعرف حديث الخبز تعرفوا الناس الكل الناس هذي ريقالة البنعدية لا وبرقبة لا طورة والمسار قاعدين يلعب ورام يحبوا يرجعون التالي والدليلان ورئيس الجمهوريق نرجعوا الدستور تسعة وخمسين معناها لا عدل انتقالية لثورة لا جرحة باش تاخذ حقوقها لعائلة شهداء بشكل حقوقها حتى حد ما بشي اش معناه معناه نحن يتواصل باش نبقى ونفرج وانا نقول لكم اش نعطيه فرص هاني نكلمكم من هذا المكان نهار ارب وعشرين جوان الفين وواحد وعشرين الناس الكل في القصبة حتى اللي ما عندهم مش مقرات جبر ضرر احرار تونس والثوار يجيوا عنا برنامجنا باش نوجهوا البوصلة كان استقام رئيس الحكومة واستقام رئيس المجلس واستقام رئيس الدولة اهلا وسهلا ما استقاموش احنا عنه وسيدنا بيضاني واشنقل ووضع الحميد خلي جاوبك سي عبدالرزاق وبالله نقطة تفصيلية مسألتها ذو من حالات الحرج يا زادة لما تعتبطو نتفهم نتفهم يعني الحماس ومطالب الضحايا الاستبدادة حقيقة انهما تعبوا ناس تعبت حقيقة اللي نحب نقوله سي عبدالحميد ويعرف رانيا نمثل الدولة سي عبدالحميد تقتضي امكانيات انا منجبش نخدم في الشارع او نخدم في مكتبي حتى عملت حويج يمكن خارج على خارج على القانون ممكن خارج على القانون عملتها من اجل من اجل خدمة القضية انتاعكم اللي حب نقوله لكم رغم رغم من فماش معناها امكانيات راول الفصل سبعين اخطر انتي توا تحكي على الاربع سنينجوان احنا كمعناها ماسكين هذا الملف اللي ماسكينه وتعرف انتي بدون تكليف رسمي يعني الامر الحكومي الامر الحكومي اللي عرضناه اللي فيه تكليف رسمي باستكمال مسار العدالة الانتقالية ما تعداش مع الاسف الشديد ما تعداش تصرف الصندوق تكفيق تصرف الصندوق سي عبدالحميد ما فيش ما فيش ما فيش الفصل سبعين ما فيش اعداد التقرير و تقرير و خطة عمل الحكومة تقرير وخطة عمل الحكومة من اللي توليت المسؤولية يا سعاب الحميد يقتضي تفعيل الفصل 70 من اللي تحملت المسؤولية سعاب الحميد ابعثت للوزارات الكل نسخة من التوصيات ونسخة من تقرير تقرير هي الحقيقة والكرامة وطلبت منهم بشي حذروا رد وجواب ومعناها خطة انتعى كل وزارة ردا على التوصيات الوادة بتقرير هي الحقيقة والكرامة والحمد لله تقريب 99% من الوزارات بعثت تقاريرها اليوم الاجل اللي تحكي عليه احنا رسلنا السيد الرئيس الحكومة بعثنا له التقارير اللي وردت علينا من الوزارات المعنية ان شاء الله معناها في اقصى لان الاجل بعض غدوة ان شاء الله السيد الرئيس الحكومة معناها يتولى تسليمها للتقرير هذائي للسيد الرئيس البرلمان او على الاقل ارساله للبرلمان في الاجل القانونية بش نكونوا هكاكا احترمنا الفصل 70 علاش انا قتلك سيشاكر من لول راهو العدالة الانتقالية راهي مسار والمشرع يعني قسم المسار هذائي تقريب على مختلف السلطة تنتعى الدولة يعني بالنسبة بالنسبة للسلطة التنفيذية حملها مسؤولية هذه معناها الاستجابة للتوصيات الى خيره وجبر الضرر وكذلك الاعتذار عن طريق سيد رئيس الجمهورية بالنسبة للسلطة القضائية اعطاها معناها مسؤولية المحاسبة عن طريق الدوائر القضائية المتخصصة بالنسبة للبرلمان عن طريق معناها النظر في التوصيات اللي معناها قدمتها الحكومة اللي عن طريق لجنة تعرف الفصل 70 يقول فما لجنة معناها في البرلمان لجنة برلمانية هي بستنظر في التوصيات هذية اللي بعثتها الحكومة وتعايت للمجتمع المدني وممثلي المجتمع المدني وتناقش معاهم الخطة هذية بحيث فما معناها مسار متكامل اليوم انا نقول لك حاجة نقول لك حاجة رهوا المسار المسار متواصل احنا تعطلنا فيش تعطلنا في مسألة جبر الضرر جبر الضرر اللي هي نقولها انا للضحايا مع الاسف جاءوا في ظرف انت تعيشوا مش البلاد برك العالم كامل بالجيح انت على الكورونا الامور المادية الامور المادية انت على البلاد اللي معناها الميزانية انت على البلاد مشاكل اقتصادية مشاكل اجتماعية لكن احنا في كل حاجة مشاكل كل سي عبد الرزيق نحن في الضحايا سي عبد الرزيق فيما ناس كبار ونس مرضى مثلا حالات حرجة اللي تتطلب تدخل طوام مع الصناديق الاجتماعي نعرف اذا قلت له اليوم سيعاب الحميد قلت له راهو كان فما حالات حرجة بالنسبة لحالات الاجتماعية راهو ما هوش من اختصاصي اما احنا مستعدين كي عامل المقاومين وشريزان على دورة باش ندخلوا لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ونبعثوه لها خاطر حتى بالقانون راهو القانون الفصل اثناش بالنسبة للي يحكي عليهم الحالات الاجتماعية يقول الدولة يلزم ان توفر الدولة العناية الفورية والتعويض الوقتي لمن يحتاج الى ذلك من الضحايا وخاصة كبار السن والنساء بحيثو احنا هالموضوع هذي الاجتماعي سيشاكر ما ناشف غضو الترف عليه ومعناها بالتعاون ان شاء الله نلقاوا التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة باش هالمشاكل هذية نتاع الصحية والمشاكل الاجتماعية نتاع الناس هذوما معناها نقدروا ان نحلوها بالنسبة للدوار المتخصصة انا انشاطر السيدة الرئيسة معناها حول معناها ما زالت تعطل هالمسار المحاكمات صحيح فما تعطل وهو اثار معناها قلق خطر هو حتى كي نرجع حتى للشروط انتاع المحاكمة العادلة سيشاكر المحاكمة العادلة راه تقتضي الاسراع في الاجراءات واختي طول في الاجراءات انت باش ضر المنسوب لهم الانتهاك والضر للضحايا انتاع الانتهاكات بحيث لابده لابده باش الدولة تدخل انا الارادة السياسية اعتقد ما فما ارادة فما اندي سفونكشونمان في دوالي في المصار سفونكشونمان وينو وين تقصد الدوار يعني فما حاجة فما حاجة على كل حال انا هذك عليش اذاك عليش انا في في مسألة التكليف شي شاكر كيما قلت لك انا وقت اللي قاعة تكليفي عدد مشروع مشروع امر حكومي ينقح الامر الحكومي المحذي العامة المقاومة باش معناها النجمو ندخلو في المسألة هذية نشوفو علاش بطاقة الجلب هذية متنفذتشي وانا نعتقد انا المسائل هذية راو تنجب تتحل ما بين المحامين انت على الطرفين موزدة ما ننقرش محامين الطرفين ينجب يخويا راو راو كي جي يا منسوب لك الانتهاك راو كي جي قدام الدائرة راو مش باش تصدف فيك بتاقة اداع في السجن راو باش جي تاقف مع الضحية وتعتذر للضحية ان زم ان انت معناها تعتبر نفسك مذنب على اقل هذية باش نجمو نخفو هالتوتر سيشاكرو باش نوصلو للمصالحة غطر هو توالناس تحكي على مصالحة وما مصالحة المصالحة او مجي مش ممكن باش نقفزو على المراحل هذية انتع جبر الضرر والمحاسبة ونمشي وطول المصالحة هذين مش ممكن يازب ان نمر بهاتي المراحل ما انا حكى ما جاء بالقانون باش نجمو نوصلو للمصالحة الوطنية الشاملة اللي احنا في حاجة لها كبلاد راو يوم وربما هي من اهم اسباب الوضع الازمة اللي احنا فيه المصالحة وليهذا نشاطر سيدة رئيسة بل اي سيدة لم يزاد بكل صراحة ما تراش انه زادة انتو ما قلت وكان وصفتوه نوع من الضغوطات من نقبات الامنية التي تمارس على الدوار وعلى اللي كنتو مع على القضاء بشكل عام زاد هما يراوا راحم كانوا مهمش محميين يراوا راحم كانوا مستهدفين شوية من خلال البطاقات الشلب ومن خلال ما يحدث من السدعاءات وغيره يراوا راحمهمش محميين بشكل الكافي كما قال بس تكون كل مقاومات المحاكمة العادلة تتم بين السحب القضية وبين المتهم في نفس الوقت خليني زادا نكمل في نصف موضوع مشروع مسألة او امكانية ان يكون فما مشروع قانون مصالح يحل المسألة ولا يعقدها بينا نسمع في سي عبد الرزيق الكيلاني معناها اشار انه فما اشكالية في المسألة وانا نأكد فما اشكالية واشكالية كبيرة في المسألة لكن الاكد زادا الاشكالية هذية لا ترجع للقضاء بتاتا لانه الدوائر القضائية المختصة في العادلة الانتقالية مشكورة رغم اللي هي عندها معناها العمل المتاح العادي لانها قاعدة تقوم باعمالها معناها بصيفة مسترسلة للجلسات الكل وقاعدة معناها تنتظم الجلسات الكل وقاعدة تصير في احسن الظروف ونشاهدوها ساعات حتى عبر وسائل معناها التواصل قاعدين نشوفوا في جلسات هذية قاعدة منظمة وقاعدة سلطة القضائية قاعدة عاملة مجهود كبير في انها معناها تنجح هالمسار متاع المسائلة والمحاسبة اضافة لذلك فانا نحب نقول رغم اللي الاستدعائية مش قاعدة توصل ورغم اللي بتاقات الجلب مش قاعدة معناها توصل معناها وقاعدة تتنفذ القضاء التونسي قاعد يحاول يلقى حلول بش يكمل المحاكمات هذية وبش تصدر احكام قضائية نجزع القضاء التونسي اليوم في العدلة الانتقالية نستدعا وهو ما يجيش نصدروا في بطاق جلب وما تتنفذش بتاقات جلب هذيك فانا نمروا الى وضع معناها ممتلكات وقيد الاعتمان وهذه هي طريقة معناها البش المتهم يولي يجي ويواجه السلطات القضائية التونسية الي هي قضاء تونسي يوفر المحاكمة العادلة وهذه ما زلت يقتله قلته معناها انتي سيشيكر تسأل كيفاش هما يراو في رواحهم ما همش محميين اي نوع من الحماية هذي قضاء التونسي الي قضاءوا قدامه التوينسا الكل بجميع ما شيربهم معناها حتى القضاءات في حد انفسهم معناها هم مواطنين توينسا معنيش قضاء استثنائي احنا في تونس ولم نعهد المعناها مسألة العدلة الانتقالية الى قضاء استثنائي في تونس هو القضاء التونسي والقاضي الطبيعي اللي يوفر جميع شوات المحاكمة العادلة بعدالة انتقامية مش عدالة انتقالية في حديث مع الدوار المهم متخصر هي عادلة هي عادلة انتقالية وليست انتقامية على خاطر شنو اللي فيها معناه مختلف على بقية المحاكمات العادية اللي يجري فيها القضاء التونسي احنا نستدعاوه موفرت له جميع حقوق الدفاع مكفولت له جي ويقف قدام القاضي الطبيعي متاعه التونسي ويستمع القاضي ويشوف شنوه فما في الملف واذا فكان فما ايدانا فانه يودين واذا كان فما براء فانه يبرع معناه هذه المسألة المكفولة للجميع وانا نحب نقول لكم الامنيين يحصروا يحوهم مش محميين ليس فقط الامنيين هما المستدعين في الملفات هذو ما اين قتلك رأو فما امنيين فما مسؤولين في الدولة وزاراء معناها كبار كانوا في الدولة التونسية وفما رجال اعمال فما معناها من جميع الاصناف اللي مستدعين مشكلة الامنيين لذلك ماهيش العادلة هذه ماهيش موجهة معناية بالاساس للامنيين ولا فيه استهداف للامنيين ابدا ماهيش المسألة عمرها ما تنجم تكون بالشكل هذيك لكن زيدة اي امني ارتكب انتهكات معناية كبيرة لحقوق الانسان ولا عذب ولا معناها وصل للقتل كل انسان يتحمل مسؤوليته في الدولة التونسية اذا هو عمل افعال تدخل تحت طائلة القانون الجزائي وراهوا مسألة معناها الافلات من العقاب معظلة كبيرة هذه راهوا معناها حتى المنظمات الدولية والمعناها الكبيرة عمرها ما تمشي في مسألة معناها الافلات من العقاب احنا هو مش نعتيك حاجة احنا الدولة التونسية في حد ذاتها وقت اللي تمشي للدقرير الدولي الشامل قدام الامم المتحدة ليتعملوا جمعية جمعية العامة لامم المتحدة بشتسئل تونس وين وصلت في مسألة عدم الافلات من العقاب على خطر عدم الافلات من العقاب ما هوش انتقام راهوا لما هو الية من الية انفذ القانون في الدولة وقتل ان انفذ القانون على الناس الكرة ويعام السلام وتولي معناها البلاد تنقص فيها من منسوب التوتر كل واحد معناها يتحمل مسؤوليتي والشخص ليخ اللي بشعمل انتهاكات معاش يعملها هذا المطلوب اليوم في الدولة التونسية عمره ما كان القانون ولا القضاء ولا المحاكمات العادلة معناها تهز البلاد التوتر ولا تهز البلاد المسائل بالعكس هي بش تنقص جميع منسوب التوتر في البلاد وهي بش تهزلها للمصالحة وقتلي كل إنسان يتحمل مسؤوليته في الدولة هذه وقتلي أي أمن يشوف زميله تكب انتهاكات يعرفوا تسائل اليوم في تونس وتحاسب ليس انتقاماً وليس تشفي إنما إنفاذ للقانون كما أي واحدة واليوم فماشي تونسي مجد يسرق ما يتعقبش اليوم في تونس فماشي تونسي يضرب تونسي آخر وينتهك حرمته جسدية ما يتعديش على القانون يقولوا لاي هذين نستثنيوه لماذا نستثني عباد معينة من أنها وهذا هو النظام هذا السيستام هذك عليش أنا نقول اليوم أي نظام يحب يثبت لهو يحب يقطع مع النظام الدكتاتوري يقبله مع انتهاكات حقوق الإنسان يقبله مع نهب مقدرة الشعب التونسي أول علامة من علامات الصدقية متاعه في المسألة هذه إنه اليوم ما يغطيش العباد اللي عملت الخروقات هذيك باش أحنا نجمه اليوم نيثقون صدقو كتوينسا إنه النظام هذيه باش يعمل معنى هذا النظام جديد ما تكونش فيه ليهم أسس على انتهاكات الحقوق الإنسان ولا فيه نهب لمقدرة الشعب التونسي وأول خطوة إنك العباد اللي عملت هذيه قبل ما تحميهيش هذا هو أول خطوة باش الناس تتثق وترجع فيها ثقة في الدولة التونسية والقضاء التونسي هو مؤسس مؤسس الدولة التونسية روما هوش قضاء دولة أخرى هذي قضاءنا هذي قضينا الطبيعي وهذي محاكمتنا العادلة وهذي هو اللي يجب يسير في تونس كانش مش تتعدى تونس الحرب أهلية ما إذا أحنا معاش ناثقوا في المؤسسات الدولة معاش ننفذوا القانون والقانون وفيه مشكلة ميلة شنو ولي ما فيهش مشكلة اليوم إذا القانون وقرار فيه مشكلة معنا طوانت حكيت على ملف العدادة انتقالية ولكن فيما امتباع وإحساس عام أنه القانون ليه يطبق على الجميع بنفس الطريقة للأسف معناه ربي هذي الملاحظة خاطر بديت فيه وأنا على ما يبدو ما كملتاش أن دولة تونسية وقت اللي يتمشي قدم الأمم المتحدة وقت اللي يتمشي في عرض الدوري الشامن تقول وقت اللي يسألوها على معناها عدم الإفلات من العقاب تقول لهم أنا وبكل فخر أنا عامل دوائر عدالة انتقالية قاعدة تحاسب وقاعدة معناها واقف على مسألة عدم الإفلات من العقاب لكن في الداخل ماذا ساير؟ ليس صحيح تقولوا هذية البرة على خاطر تحترم وقت الدولة تونسية قدام الدول المتقدمة والدول التي تنفذ القانون على مواطنها وقت تتلقى روحها تحترم وزيد المساعدات المالية التي تأتي من المنظمة هذية ومبعد كي تأتي في وسط تونس تلقاها من فعليا ليه؟ ليس قاعدة هي تساعد في الدوائر هذية بالعكس فما بلوكاج كبير ساير من السلطة التنفيذية اليوم لعمل الدوائر هذية ومش ممكن يكون معناه الديسفونكسيونمون موجود في القضاء هو الديسفونكسيونمون موجود بكل وضوح في السلطة التنفيذية واليوم في الوزارة الداخلية لأنه مش قاعدة تنفذ البطاقات كمية سمحني بلايز أهوني سيدة لمية وعليش ما تعتبر هش تصارفات فردية لأفراد في الزابط العدلي؟ كيفش تصارفات فردية في ماتين وخمسة ملف في الكلها؟ هذية هذية سيدة عائل هنا نعطيك حاجة ملفات الجنائي في تونس مي قادوش ثلاثة سنين ما يتفصلوش راهو مستحيل في الطور الابتدائي هذي سابقا الملفات تقعد في الجنائي ثلاثة سنين شبيه ولي وقت تفصل فيه؟ شبيههم الأخرين يتنفذوا لاستدعائيات ويتنفذوا بطاقات الجلب وكان في هذو ما ما يتنفذوش ليه مش ممكن احنا هذي حقيقة يلزم نواجهوها فما اليوم فما عملية تغطية واحنا هنقول كتلابنا بش نقابله ما فما حتى استجابة للمسألة المقابلة ولا الحل للمشكلة هذي دقيقة دقيقة سابقا المدى معنى سبا شواء أنا في الحقيقة بش نستغل دقيقة متاعي أن نحب نقول نوجه رسالة للسياسيين والتواسي اللي يتفرجوا فينا راهو مسار العدال الانتقالية مسار سلمي ولذلك احنا هكذا مطروا فينا عشر سنين من إننا شيء ويكبروا نكروجنا ومع تصمين بشكل سلمي وحتى كنعملوا وقفاتنا ووقفات سلمية لأننا نؤمن أن رعاية المسار هذائي وتنفيذ المخرجات متاعه بش تقوم بها مؤسسة الدولة وبالتالي احنا الميزة اللي في الضحاء أن نحترم مؤسسة الدولة الشعب قرر قال هذو من الكتل وهذو من النواب نحترموه نحترمو إيرادة الشعب رئيس الجمهورية خرجوا شعب نحترمو إيرادة الشعب رئيس الحكومة اختروها ولكن اليوم هالناس هذه المسؤولة في الدولة تكون في مستوى الأمان في مستوى الأداء السياسيين اللي أقساهم صندوق للإقتراع إيش قاعدين يعملوا هم اللي قاعدين يعطلوا فينا عندهم أعوانا في الإدارة العميقة وهذاك عليش احنا متمسكين سيا عبد الرزاق الكيلاني ماذا بينا تاخوة الصلاحيات اللي تحكي عليها الفصل 14 قدامك في اللكتابة ذاك يقول الفصل 14 أنه هذا في القانون العادل تطهير الدولة من الفساد تطهير الدولة من الناس اللي هما متورطين في تعطيل الإدارة وفي كل القلق لليوم تعطيل ملفات الضحايا في الإدارة اليوم ربما لأساد عبد الرزاق الكيلاني عنده داخل رئاس الحكومة قال لك محبوش يمكنوني من قاعدة بيانات يش نعملوا لنا ما هو موسي عبد الرزاق الكيلاني أنت تاقف وتتحامل مسؤوليتك وتكشفنا المسائل هذه وإحنا معاك ما نخافوش إحنا إحنا ناس اللي جيناس دورنا للكرتوش مزننا مستعدين اللي يخدم البلاد إحنا معاه اللي مش بش يخدم البلاد إحنا ضده الرسالة للسياسيين نقول يا اتحاد الشغل بارك الله وفيك على المبادرة لكن ما تكونش مبادرة سياسية مسيسة تقسي هذا ويجيب هذا الدخل جمع رئيس الحكومة برئيس الدولة ورئيس المجلس ثلاثة مع بعضهم وخليني نخرجوا بحل راهوا أحنا راهوا مخاطر تهدد مصار العدالة الانتقالية ومصار الثورة استمرار هالعراك سياسي سيوان كان في مجلس الواب ولو غيره احنا راهنا نعسوا عليكم راههم الضحايا بالألاف راههم ألاف مؤلفة وراهم عائلاتهم ولذلك راهنا سابرين قداش بنصبر عليكم خذوا فرصة تاخذوا شهر اثنين 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 تصالحوا اما باش تقولون نعم الانتخابات جيدة ما باش نخبوا ناس خرين كل عاد وما باش يطلعنا رئيس دولة اخر ربا ما يكون ما هيش الحل في الانتخابات وما هيش الحل في مجلس النواب في حل مجلس النواب وما هوش الحل في تغييريس الحكومة الحل في توفر الارادة سيشاكر لدى السياسيين النافذين اللي جيوا قاعدين يحضروا في البلاتويت الحل في دين الاعلام اللي نحيي هالقنات هذه اللي في بعض الاحيان ما تعيت الناش وعيت طنة اليوم مشكورة الاعلام يا زميل عبدورو الاعلام برك الله وفيك تحية ليك واحنا نحييك ونحترموك لانك راجل نزيه وفعلا تخطي نقاط على الأحرف وتحرج فما برشة ربما مش راضين عليك ولذلك اش نقول الاعلام تناول ملف العدالة الانتقالية بشكل جيد هو العمود الفقري لاستكمال المسار وهو اللي باشي سكت برشة ناس قاعدة تعطى لانا نقول العملية سيدي حسين الشباب هذلك مقلوبنا عليهم العملية هذه كمتاع الأمنيين هالأمنيين نظمة لا يشرفون لا يشرفون الأمن الجمهوري وإنما مكينات داخل هالمنظومة هذه الأمنية الفازدة مع احترام للشرفاء قاعدين يوتروا في الأجواء قاعدين يعملوا في عراق ان شاء الله سي عبد الرزاق كلاني لا قبل ما نمشيوا على المشهد ثواني 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 فقط نحب أن نقول سي عبد الرزاق كلاني إذا فعلا لديك الإرادة وأعلم أنا لديك الإرادة فالقريب العاجل نادي ممثلين الضحايا من جمعيات ونقعدوا جلسة وطني جلسة ونعم برنامجنا ونخدم على رويح شكرا سي عبد الرزاق أولا نحيي كل الضحايا وأنا نتفهم معناها مطالبهم ونحن حريسين أكثر من أي حد آخر بش يتحصلوا على حقوقهم نحب أن نذكر حاجة راه استكمال مصار العدالة الانتقالية راه هو واجب دستوري أولا نذكر فصل 148 من الدستور اللي يقول اللي الدولة ملزمة باستكمال مصار العدالة الانتقالية هذه حاجة ثاني حاجة راه استكمال مصار العدالة الانتقالية كما ذكرت به الرئيسة راه التزام التزام دولي عنا إحنا عرضين على معهدات دولية المفاوضية السامية لحقوق الإنسان قاعدة تبعة في الملف فما المقررين تعالي التابعين للمجلس حقوق الإنسان مؤخرا راسلوا السيد رئيس الحكومة في اتجاه ما يقول فيه سيعاب الحميد وأنه فما تعطيل في المسار تعطيل في مسار جبر الضرر تعطيل في الدوائر المتخصصة بحيث سيشكر احنا إن شاء الله معناها تتوفر لنا الإمكانات المادية وإن شاء الله شكرا 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 لك سيدة المياه على غالب شكرا لك سيعاب الحميد لك مشيوا الأخبار ونحن نتقابل غضوة إن شاء الله مصابة الأثمانية على نفس القناة سبحانه خي يا عيش شكرا